عدت حلقات مليشي الظهوري من جديد بعد 11 سنة كاملة من الغياب بآركيه الأخير حرب الألف عام الدموية اليوم أريد أن أضع لكم مقارنة بين المانجا والأنيمي كما اعتدتنا فعل من قبل مع الأنميات الأخرى يتعرف على كل الاختلافات مع الأشياء التي تم حدفها والإضافات وهذا سيشمل الحلقتين معنا الأولى والثانية ما لاحظته وأنا قم بالبحث عن أي اختلاف هو استعجال استوديو في الأحداث سواء بحدفها أو بتغييرها وهذا ما سنكتشفه في هذا المقطع لذلك قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمي باللايك مع النشر والننطلق اقتبست الحلقة الأولى من المانجا خمس فصول كاملة امتداء من الفصل 480 إلى الفصل 484 أول مشهد من الحلقة لحديث وباخ يعتبر إضافة فقط لم تتوجد بالمانجا وقد كان الهدف منها ربما هو لإضفاء بعض الحماس لأكثر تم حدف بعض الأشياء التي تتعلق بيرينوسكي مع شينو ومعلمهم كورماداني قبل وصوله من مدينة كاراكورا حيث أنه في المانجا بمجتمع الأرواح وتحديدا في فصل 480 يظهر لنا كيف استعدوا للوصول إلى المدينة حيث قدم كورماداني لإيقادة رينوسكي ليخبره بمهمته الأولى قبل أن يلتقي بشينو لينطلق هناك أيضا بعض اختلاف الحوار الذي ضار بين شينو ورينوسكي حيث أن موقعه بالمانجا كان في مجتمع الأرواح بينما في الألمي كان بمدينة كاراكورا شينو أخبرت رينوسكي حينها بأن يبرز صدره كنوع من الافتخال لاختياره لهذه المهمة حتى يثبت لهم بأنه شخص يعتمد عليه بعد أن كان خائف ورده كان بالمزاح على عدم تواجد صدر لشينو حتى تفتخر به ليحصل على لكمة منها جعلت وجهه ينتفخ وهو ما لحظه كورماداني فور وصوله إلى مدينة كاراكورا من الاختلافات أيضا هي أنه بعد أن يفترق في المدينة ظهر وحش الهولو وبشر خلف رينوسكي ليبدأ في مطاردته بينما في الألمي نرى يتجول في المدينة حتى نكتشف جمالها معه إلى أن يجلس على جسر دخم حيث ظهر هناك وحش الهولو لمطاردته أثناء هروبه يبدأ رينوسكي في محاولة استخدام دين ريشينك الخاص به لإخبار شينو بما حدث معه بينما في المانغا نشاهد على أنه اكتفى بالهرب فقط عندما يجد بأنها قد أصبحت في قبضة أحده حوش الهولو وهو الشيء نفسه طبعا الذي حدث في المانغا اللهم وبعد الاختلافات البسيطة حيث حصلنا في الألمي على لقطة حصرية يسقط في الزنبكتو الخاص بشينو ومغطة بالدماء والفصل 480 ينتهى بوصول إتشيغو لإنقاذهم مع الرفاق بينما في الألمي لم ننتهي حتى من أول خمس دقائق في النهاية يقوم الستوديو بإضافة مشهد حيث يقوم فيه بعرض قدرات المجموعة في محاولة تذكيرنا فقط لا أكثر وهي الأحداث التي تذكرها رينوسكي فور استقاده في غرفة إتشيغو أما في آخر صفحة من المانغا فيظهر شخص غريب يشبه إبان والذي كان يختبئ خلف إحدى البنايات لمراقبة قتالهم وهو المشهد الذي تم حدفه من الحلقة تم حدف أيضا أول مشهد من الفصل 481 وهو الذي كنت أنتظر أي ظرف الحلقة الثانية إلا أنه لم يحدث حيث ظهر حديث بينه يوري وليس بعد استحمامهما إلا أن لاحظت فتحة غامضة من إحدى الزويا والتي لم تعلم سبب تواجدها هناك ولا ندري هل هي لإبان أم لشخص آخر بعدما حدث في غرفة إتشيغو انتقلنا في المنجا مباشرة إلى انطلاق إكاكوماعي وموشيكي للتحقق من سبب اختفاء الناس في الراكونغاي إلى أن عدنا إلى لحظة اقتحام إبان لغرفة إتشيغو والتي ظهرت في آخر أحداث الفصل 481 في الفصل 482 أثناء إرسال إتشيغو لإبان إلى الخارج تم حدف مشهد ظهور أختيه يوزي وكارين والتي تفاعلت مع الصوت القادم من الغرفة إضافة إلى حدف مشهد آخر يتعلق بلحظة انطلاق إتشيغو لمنطردة إبان حيث يخبره شادو بأنه سينضم إليه بعد أن ينتهي من الخبز الذي بين يديه وطبعا المشاهد هذه كانت كلها كوميدية لم تؤثر على الأحداث طبعا وحتى أن أي شيء يتم تغيره فإنه لا يكون إلا بموافقة المؤلف تايت كوبو بعد لقاء إتشيغو بإبان في الخارج بالمانجا يقوم بمحاولة أخذه إلى مكان آمن بينما يكمنان حديثهما في الطريق وهو الشيء الذي يختلف عن الألمي حيث أكمل حديثهما في نفس المكان أما الشيء الذي تم حدفه فهو سؤال إتشيغو لإبان فيما إن كان قد قدم للانتقام من أيضا بعد تمشيط الفرق الحديث عشر لمقاطعة روكون ننتقل إلى مكتب القائد أعلق حيث قدم إليه أحد أتباعي من الشينيغامي بتقرير كامل عن ما حدث إلى أن قام الدخلاء المجهولون بقضاء عليه وهو منتهى عليه الفصل 482 في الفصل 483 يظهر على أن جسد الشينيغامي متوجد خلف الدخلاء ولا يظهر بشكل واضح عكس الأنيمي والذي يظهر على أن رأسه قد فصل عن جسده إضافة إلى تواجد الجثة أمامهم بعد أن حاول إيبان أخذ البانكاي الخاص بإتشيغو انتقل بين الأستوديو مباشرة إلى لحظة إخبار ساساكيبي لياماموتو عن سرقاته من البانكاي وهو الشيء الذي كان يختلف عن المانغا حيث أن ساساكيبي هناك أخبار ياماموتو بهذا بعد أن انتهى إتشيغو في الجال أخرى من إيبان وأعتقد بأن الأستوديو قد أبدع بربط هذه الأحداث أما بالنسبة لمشهد قطع درع فريغن فقد كانت به بعض التفاصيل الإضافية من الأستوديو والتي أظهرت قوة وحشية الزعيم يوباخ والذي تطابق مشهد ظهوره في نهاية الفصل 484 مع نهاية الحلقة الأولى بالنسبة للحلقة الثانية فقد اقتبست أربع فصول من المانغا ابتداء من الفصل 485 إلى الفصل 488 بدأت الحلقة باقتباس أول مشهد من الفصل 485 بعد سقوط فريغن لودريز على الأرض بسبب قطعي وباغ لأحد درعيه والاختلاف الوحيد بين المانغا والألمي هنا وبإظهار الدراع حيث وضع عليها الستوديو عنوان الحلقة انتقلنا بعدها إلى مشهد رينوسكي مع الرفاق بغرفة إتشيغو والذي قدم بعد أن انتهى من إيبان إلى أن بدأ صوت هاتف رينوسكي الروحي بالرنين نفس الشيء حدث بالمانغا إلا أنه كانت هناك بعض الاختلافات فيما يتعلق بالهاتف حيث أن صوته بالمانغا كان عبارة عن مهل شينو قام رينوسكي بتسجيلها وضع عليه بدون أن تعلم بالأمر مما جعل تشعر بالحرج تقوم بلكمه وهذا يعتبر أيضا واحدة من المشاهد الكوميدية التي تم حدفها كما حدث المشاهد التي سبقته الاختلاف التاني في لحظة تلاقي رينوسكي لخبر موت ساساكيبي حيث أنه في المانغا وبعد أن انتهى الاتصال أخبر الجميع بالجنازة وبموت نائب القائد إلى أن انتقلنا إلى خطاب أكون والذي شرح الوضع بأدق التفاصيل بينما في الأنمي جعل رينوسكي الجميع يستمعون إلى الرسالة التي توصل بها والتي سمعنا فيها صوت أكون وهو يشرح الوضع كما حصلنا بعدها على لقطة حصرية للمجموعهم يتفاعلون مع الخبر وعلمات الحزن بادي على وجوههم إضافة إلى مشاهد حصرية والتي تتعلق بخطاب أكون بشأن الأحداث التي قاب بها الدخلاء المقنعين مشاهد أيضا بعدها في المانغا إتشيغو وجلس وحده على السرير بينما نحصل في الأنمي على لقطة مقربة لوجهه وهو يحدق في النفذة قبل أن يقرر الخروج لمراقبة المنطقة كما حصلنا على لقطة أخرى حصرية لكل من إتشيغو وشادو مع إينو والحزن بادي عليهم بسبب ما حدث بعد خروج إتشيغو لمراقبة الوضع بمدينة كاراكورا يبدأ في المانغا بتذكر حديث إتشيغو أخبره فيه بأن مجتمع الأرواح قد تعمد إخبار رينوسكي بكل مجرى بالتفصيل لعلمهم بتوجد إتشيغو معه حتى يجعله يعلم بكل ما يحدث هناك إلى أن يقوموا باستدعائه حينما يحتاجون إليه وكل هذا تم حدثه في الأنمي وهو ما أظهر إتشيغو في حالة ضيع بسبب الأخبار التي سمعها إلى أن يلتقى بنيل بداية لفظة 486 كانت بقدوم بيشي أيضا نحو إتشيغو والذي قام الأستوديو بحدث الحوار الذي ضار بينهما باعتبار أنه مشهد كوميدي لا يؤثر على أحداث القصة كما حدث لسابقه مما تم حدثهم انتقلنا بعدها إلى محرقة الجتت حيث كان هناك مشهد تم حدثه يجب أن نقف عنده باعتباره مؤثر والذي يتعلق بحديث بياكويا مع نفسه برفقة رينجي في الألمي شاء أن قدر 13 تجميعهم وبيقدمون احترامهم للراحة ساكيبي ولكل ما قاب به من أجلهم إلى أن نحصل على صورة لا مع القائد ياماموتو بينما في المانغا نرى بأن بياكويا حادث نفسه في حوار مونروجي برفقة رينجي حيث تحدث عن ساكيبي وعلى أنه رجل لم يستخدم البانكاي الخاص منذ أن تم إنشاء القطاية 13 ولأنه لم يشترك في أي قتال أبدا حتى بدأ الكثيرون يعاملونه وكأنه مجرد ضابط حافظ لدور نائب القائد ياماموتو رغم حصوله على العديد من الفرص يصبح قائد وهذا نتيجة لولائه والمفاجأة هي أنه لم يستخدم البانكاي خاص به إلا مرة واحدة وكانت في يوم يوفاته كل هذا للأسف تم حدفه من الحلقة ولا أعلم السبب رغم أنه كنا نستحق أن نعلم ولو قليلا عن هذا الرجل المدعو بساكيبي وأعتقد بأن ما حدث في المانغا كان أفضل مما ظهر في الأنمي بعد انتقالنا إلى غرفة إتشيكو من جديد وبعد محاولة شادو التأكود بشأن ما حدث في الهيو كوميندو تدخلت نيل في مشهد كوميدي لتصف شادو بالعملق الذي لا يصدق ما تقوله وهو ما تم حدفه في الأنمي أيضا أما بالنسبة للإضافة التي قام بها الأستوديو فهي بإضافة من الفلاشباكي تعلق بما حدث في الهيو كوميندو والتي كانت إضافة موفقة أظهرت لنا بعض الأشياء التي بستطاعت وباخ القيام بها أثناء مواجهته لهالي بيل والتي طلبت من بيشي نيل وشاكا قبل ذلك بأن يهربون النجات بأنفسهم وقد كانت إضافات كلها بصراحة في محلها حتى نعلم بما حدث هناك أفضل من المانغا بكثير حيث اكتفى بيشي هناك في الغرفة بروية ما حدث فقط أيضا كلا أنسى هناك مشهد من المانغا لم يظهر أثناء حديثهم يتعلق بإتشيكو والذي تذكر إيبان فورا أن أخبره شيكي بأن هدف الغزاة هو الإمساك بالأرانكار واستخدامهم في طليعة جيشهم إضافة إلى حصول على مشهد حصر ليبيشي وهو يتوسل إتشيكو بأن يساعدهم في محنتهم عكس المانغا والتي وافق فيها إتشيكو مع شضو بدون أي تردد كما أنه كان هناك اختلاف في حديث الشيضة مع إتشيكو بين الجدية في الأنمي والسخرية في المانغا بعد ذلك ننتقل إلى آخر مشهد من فصل 486 حيث يظهر رجل مئة باعي وباخ وهو يتحدث عن ميدالية إيبان والتي وجد على أنه قد استخدمها بدون أن يتمكن من الاستلاع على البانكايا الخاص بإتشيكو الاختلاف الوحيد هنا وأن شكل رجل قد ظهر في المانغا عكس الأنمي والسي تم فيها إخفاء ملامح وجهه عند وصول المجموعة إلى الهيوكوميندو نعصر على مشهد حصري لإتشيكو وهو يسأل بيشي عن إن كان دودوشكا بين الأسرة إلى أن يرد عليه بأنه لا يشعر بضغته الروحي بين الأسرة بينما في المانغا يقوم إتشيكو بإغلاق فانبيشي في مشهد كوميدي وكما هو واضح فقد تم حدفه أيضا تم إضافة بعض المشاهد أثناء حديث أراهرة على سبب عدم عودة الجنود إليهم رغم سماع من الأصوات خلفهم في الفصل 488 تضل فرضين من التريس بيستيا أباتشي وميناروزو هن تتشجر وهو ما تم حدفه في الأنمي حتى لا تظهر بمظهر الغبيات في حين أن إتشيكو معاني في الجهة الأخرى تخبره في المانغا بعد أن يتفاجأ بتوجدها فوقه بأنها معاه لكي تحمي ظهره بينما في الأنمي بعد أن يتفاجأ بتوجدها تخبره مباشرة عن من هم التريس بيستيا واللواتي يقوم الستوديو بحذف مشهد آخر لهن حين تبدأ سوم بالتساؤل عن المدة التي ستستغرقها كل من أباتشي وميناروز في الشجار وبدلا من ذلك جعله تتوجه مباشرة خلف الضابط أوبي شيلقي لتبدأ بمهاجمته كما تم حدف مشهد أحد جنود شيلقي ويتوجه إليه طالبا منه بأن ينسحبه ليقوم بقتله على الفور في المانغا عندما كان شيلقي يحاول تقديم عرضه لهن كنا جميعا واقفات تحدقنا به حين وصفهن بالقويات بينما في الأنمي كان يقدم عرضه إليهن وهن تهاجمناه في نفس اللحظة ما يجب أن أقوله في النهاية هو أن الحلقتين الأولى والثانية اقتبست تسع فصول من المانغا لم أذكر بعد الأحداث خوفا من ظهورها في قادم الحلقات لذلك سأستمر في رفع مثل هذه النوعية من المقاطع بعد انتهاء كل حلقتين وهذا بالطبع معاني ببليش لأن ننصل إلى النهاية لذلك لا تنسوا دعني باللايك مع الاشتراك كان معكم محمد إلى اللقاء